أمام حضراتكم يونسيف السودان تتداول بعض من الكلمات التي كتبها بعض من المحبين للدولة السودانية سأكتب عنك يا وطني السودان وأرسم الشوق مهما كان حيث أكبرت الحرب في السودان دعاء البلغة من العمر 15 عاما على الفرار من منزلها وهي تقول هذه الكلمات المؤسرة والتي تأتي في إطار حبها لدولة السودان وتقول يونسيف السودان من خلال حسابها على موقع اكس أو تويتر سابقا لجميع الأطفال الحق في أن يكونوا آمنين بغض النظر عن مكان وجودهم الطفلة هو الطفلة طبعا منظمة اليونسيف معنية بحقوق الأمومة والطفولة ونحن نرى بالفعل بأن هناك محاولات من جانب اليونسيف للتخفيف من معاناة أطفال السودان في خضم تحديات كبيرة للغاية تواجه الهيئات الإغاسية هذه الهيئات تتحدث وتشير إلى تقارير مفزعة منها مثلا بأن هناك ربع مليون طفل سوداني يواجهون الجوع وأن هناك تخوفات من وفاة الأطفال بل أنه في معسكر زمزم للنازحين يتحدثون عن وفاة طفلة كل ساعتين هذا المعسكر الذي يتواجد في درفور معقلة هذه الميليشيا الإرهابية الإجرامية التي تدعي زورا وبهتانا بأنها تدافع عن السودانيين ضد الجيش السوداني ولكنها في أنها تقوم بالقتل وبالنهب وبالسلب وبتجويع أيضا أهل السودان مع الأسف الشديد باي ترجمة نانسي قنقر